مرة جديدة أهلا وسهلا فيكم ببداية مشوارنا لليوم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد بحلقتنا يوم الاثنين أكيد البداية رح تكون مع الرشاقة والحيوية والنشاط بفقرة رياضية خاصة رح نعرف فيها كيف منقدر نتخلص من الدهون الزائدة بالجسم وكيفية إذابتها ببعض التمرين البسيطة والهوائية اللي ممكن أي حدا يقدر أنه يعملها بالبيت بالإضافة للموضوع الأهم وهو الموضوع الصعب عنده كتير من الناس اللي بيشغل بالكتير من العالم إن كان صبايا أو شباب وهو موضوع البطن كيف نقدر أنه نعمل تمرين خاصة بشد البطن أو إذابة الدهون بمنطقة البطن بالإضافة طبعا لنظام غذائي خاص رح نعرف أكتر بها الفقرة مع الكابتن لوسين بالإضافة للكوتش كمان الموجودة معها أنا وتعرفتها صباح الخير كابتن كوتش لوسين وفاتن معنا اليوم صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنا نبلش صباح الخير نبلش رح نترك الهوالة لكم حبيبتي شكرا ما بدك تشاركينا الحلقة اليوم؟ يعني هلا بل بسترينينج وباشي يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم بفقرة النشاط والحيوية والرياضة اسمي لوسين ورح اليوم نعمل تمارين كتير سهلة بالبيت إنكم تعملوها زي ما تفضلت هلا دعاء بدي بس حواليكم مسافة آمنة شوز مريح برجلكم رح نبلش إحماء بلش؟ نبلش يوم نبلش ماشي نستنى الموسيقى تبدأ؟ تمام ناخد نفس هلا تمارين الهوائية هي تمارين ترفع نبض الألف حتى إنه نحرق أكتر بعدين 70% من جهدنا بدي يكون نظام رزائي صحي وبعدين الشغلة الثالثة المهمة اللي هي تمارين شدوا نحت رح نعملها اليوم إن شاء الله بآخر حلقة بلش سايد تا سايد يمكن يعلوه شوي ياس تمار عضلات البطن عشان كنا أن نرجع أكتر عضلات البطن مجدودة إيدينا لقدام ما تنسوا إنه لازم تكونوا لابسين شوز مريح هلا بدي إيديكم للأعلى ودوران تمار أعلى دوران عم نهيئ عضلات الجسم للحصة اوكي هلا إيدينا هون عند الوجه رح نرفع الكوع لأعلى الكوع بدي يكون على مستوى الكتر حتى نشغل عضلات المحيطة بمفصل الكتر تمام نشاطه حيوي اليوم عنا بستوديو هلا بنا نشغل عضلات الخلفية للدراع حمي إيدنا نفردها قد ما منقدر هلا إيدينا هون حاول ننزل ونطلع بوزن الجسم للأسفل والأعلى الكوع على مستوى الكتف أربعة ثلاثة هلا للأسفل دوران للأعلى جهة تاني الابتسامي الصباحية موجودة حتى وإحنا عم نلهت حتى وإحنا تعبنين إذا عندكم أوجاع بظهركم ما بديكم تنطوا زي ما إحنا مننط اليوم رح أورجيكم خيارات ماشي رح أعطيكم أبشن سهل والأبشن الصعب تمام رح نرفع الركب إلى الأعلى جهزين جهة تانية الركبة على مستوى الحوض حتى نشغل العضلة الربعية برافو تمام يا فاتل أوكي هلأ رح ننزل سكوات للأسفل تمرين سكوات هو تمرين الأم نسميه ليه لأنه منشغل عضلات كبيرة الرجلين والأرداف خلينا لتحت نرفع الركب إلى الأعلى برافو أربعة ثلاثة ننزل للأسفل بديكم تكونوا شايفين أصابع رجلكم من خلال الركبة يعني الوزن للخلف الجهة التانية ظلا بوزننا للخلف و للأسفل أوكي بنا نعمل يمين بس للأعلى بس اليمين صوت يمين لفوق لشمال لورا تمام هلأ إيدينا هون أعلى دوران أعلى دوران برافو نفس دوران بالركبة للخارج أوكي نضرب القدم للخلف حتى نحمي العضلات الخلفية للرجلين جاهزين بدي الكاف على الأرض نزل لتحت نمشي للأمام نرجع للخلف نطلع كمان مرة حاولوا أفردوا الظهر عضلات البطن مجدودة أوكي شمال يلا نفس إذا عم تعملوا معنا التمرين نشطوا معنا تركتوا فنجان القهوة صحصحتوا معنا رح تحسوا أنه نبض القلب بدا يطلع حتحسوا أنه بديتوا تلهتوا شوي دوران برابو أربعة ثلاثة اثنين مسافة بين الرجلين أدينا هون بدي الركب لو سمحتوا أشروا للخارج أصاب الرجلين للخارج دوران نفس شهيق من الأنف زفير من الفم أربعة ثلاثة اثنين واحد يمين محلنا تخيل حالكم عم تضربوا حدا بهذه الطريقة عنيفة أنا اليوم عصبتة صور اليمين ماشي شمال برابو نطة صغيرة نفس أوكي محلنا بدي تروحوا بوزنكم من جهة لجهة ركبتين اثنين ركبتين فرد هلأ ركبتين متنيين إيدينا هون على الجهة محلنا واحد اثنين ثلاث أربعة جهة تانية نفس أوكي محلنا نحاول إنه نشد على عضلات البطن قد ما منقدر إيدينا لهون ودام أوكي سايد تا سايد رح نرفع نبض القلب أكتر جاهزين أوكي رح نعمل سكواد سايد تا سايد جم برابو إيدينا هون كمان أربعة ننزل أوكي رح نعمل هلأ تمرين بطن رح نعمل على الأرض بهذه الطريقة بدي ترفعوا كعب الرجل لفوق حتى يثبتوا الظهر هاي التمرين بعد التمرين الهوائية تعد تمرين شدو نحة للبطن كمان أربعة حاولوا أنوا تطلعوا من عضلات البطن مش من الرقبة تمام هلأ رجلين للأعلى هون نعم نشغل العضلات السفلة للبطن الركبة الركبة خط مستقيم مع الورك برابو كمان أربعة نفس جاهزين آخر تمرين بوعدكم رح نتفش بالرجلين لأدام بهاي طريقة رجل ده تفرد للآخر الراس لفوق كمان أربعة ثلاثة نشد عضلات المادي قد ما منقدر أوكي نعبط ركبنا طبعا هاي التمرين نحاول أن نعملها قد ما منقدر وبدها مدة زمنية أطول وبدنا نعود حالنا حتى اللياقة أنها تطلع حتى اللياقة أنها تتحسن وبدنا نحسن من نظامنا الغذائي بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا اليوم بالفقرة واستفدتوا اسمي لوسين كم مرة صبح عليكم يعطيكم العافية كوتش لوسين وكوتش فاتن يعطيكم ألف عافية عملتوا حماس بالستوديو بتخير الكل هلا قاعد عم بعمل لو 86 إذا و أنا واسع عم بشرككم رائع جدا يعطيكم العافية إن شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا من تمرين اليوم وهلا مشاهدي